أنا هكلمك النهاردة عن الكمبينيشنز الكمبينيشنز يعني بكم طريقة أقدر أختار عدد معين من 6 من العناصر طيب إيه الفرق بينها ما بين الvariation؟ الvariation هي بكم طريقة أقدر أختار وراتب فرق بس في حتة الترتيب هتقول ليه طب ثانية واحدة أنا جات لي فكرة هقولك بالزبط هي نفس الفكرة اللي جات لي لو إحنا جبنا الvariationز وشلنا منها الترتيب فإحنا هناخد الكمبينيشنز ليه؟ الفرق ما بين الكمبينيشنز والvariationز موجود في التعريف دي بكم طريقة أقدر أختار اللي هي الكمبينيشنز الvariationز بكم طريقة أقدر أختار وراتب فإنا لو جبت الvariation وشلت الترتيب أنا كده قدرت أحصل على الكمبينيشنز خليني برضو أديك مثلا عشان الدنيا توضح معك أكدر تخيل إن أنا هجيب variation لتلاتة واثنين يعني بكم طريقة أقدر أختار شخصين من ثلاث أشخاص وراتبهم التلات أشخاص قدامك هوا هيطلع لي ست طرق زي المرة اللي فاتت شرحنا ازاي والتفاصيل بص على الصف اللي فوق والصف اللي تحت الصف اللي فوق هو هو الصف اللي تحت الفرق الترتيب بس طب لو أنا عايز أجيب combination لتلاتة واثنين عارف هيطلع بكام بالزبط بتلاتة ليه هما التلاتة اللي تحت بس لأنهم متقررين فوق طيب أنا أسمت على كام أسمت على اتنين الاتنين دي إيه؟ الاتنين دي هي عبارة عن الترتيب أنا بختار اتنين فكتوريال اتنين أو عدد الترتيب وقلنا بنجيب الترتيب بالفكتوريال هو ده اللي هقسم عليه فباختصار قانون الكمبينيشن هو هو قانون الفارييشن بس مقسوم على بي فكتوريال بس كده أنا عايزك تكتب لي القانون في الكومنتات وكده كده أنا هوريك القانون المرة الجاية بس هو سهل هو نفس القانون القديم اللي في الفيديو اللي فات هتاخده بس هتزود في الاسمة البي فكتوريال بس كده فعايزك تستنتج القانون لوحدك وأنا هنقشو المرة الجاية وما تنساش شير ولايك وسبسكرايب وشكرا دعمك وتشجيعك وتسم وستمتع بالفيديوهات سلام